ربما من المتعذر أن الواحد يختصر مسيرة 25 عام لمجتمع كامل يعني أنت تفضلتي ووجهتي المسؤولية للإنجاز للجمعية هي ليست فقط الجمعية تصدقوا مرضى الثلاثيمة وزارة الصحة وزارة تربية التعليم ديوان قاضي القضاء القضائش المحاكم التي تعقد القرآن وسائل الإعلام وكالة الغوث يعني كل المشرائح المجتمع الفلسطيني الحكومية الرسمية الأهلية الخاصة شاركت بالفعل من أجل أناصل إلى هذا اليوم الذي نفتخر فيه بالفعل أن المجتمع الفلسطيني من أوائل المجتمعات على مستوى العالم الذي استطاع أن يجعل مرض الثلاثيمة جزء من الماضي لا زالت هناك بعض الحالات النادرة التي تتسجل سنويا لأسباب مختلفة لكن بالفعل شتان ما بين ماضي كان يعاني المريض كانت وظيفة الأهل توفير وحدة الدم كانت مستوى المعرفة تكاد تكون معدومة بهذا المرض الآن الحمد لله كل الشباب المقبل على الزواج يدرك من اللحظة الأولى أن هذا الفحص متطلب من أجل إتمام عملية عوضي القرآن يعني الجيل المقبل حاليا على الزواج أهله فيما مضى يعني ما يقارب العشرين عام تقريبا عملوا فحص الثلاثيم يعني هما على دراية وعلى وعي كافي التوعية خلينا نتحدث قبل الخوض في الحديث عن فعليات يوم اليوبيل الفضي خلينا نتحدث عن التوعية وهي لربما الأهم صحيح يعني لا شك أنه وعي المواطن والتزام بالتعليمات التي صدرت من ديوان قاضي القضاء عام 2000 هذا وكان حجر الزاوية التزام المأذونين القضاء الذين عقدون القرآن بهذه التعليمات كان أيضا حجر الزاوية في إنجاز التوعية التي مرسناها ومارستها المعلمون في وزارة تربية التعليم لا شك أنه أدت ثمرة بحيث نصل إلى هذا الإنجاز مستوى معرفة المواطن في المجتمع الفلسطيني هي أولا كلمة ثلاثيمة كلمة أجنبية حتى في البدايات كان التساؤل يتبادل إلى ذلك هل هذه الكلمة يسهل فهم على المواطن هل هي التي نعتمدها أم نعتمد الكلمة الترجمة فقر الدم البحر الأضل المتوسط الآن هذه الكلمة أصبحت من المفردات المألوفة للمجتمع الفلسطيني وهذا بحذة إنجاز رائجة يعني الجميع يفهم معناها ويعي تماما الأمهات والجدات يعرفوا أن هذا الكلمة ماذا تعني ويسألوا الشاب أو الشابة عملت الفحص ما عملت الفحص فهذا لا شك أنه تجدير هذا المفهوم في المجتمع التزام المواطن بعمل فحص المخبري قبل الزواج هذا هو الذي مكننا من وصول إلى هذه النتائج دكتور بالحديث عن التجذير وبما أنه تحدثنا عن التوعية من المهم جدا التذكير المستمر فمن هنا لربما تأتي أهمية اليوم والفعاليات التي إن شاء الله ستقوموا فيها فنتحدث عن أهمية إعادة التذكير للمواطن بهذا الموضوع المهم جدا نعم ربما عندما كان الحديث عن احتفالية اليوبيل الفضي الجمعية كان أحد أهم الأهداف هو عادة الاهتمام المجتمع بهذا بهذا الآفة بهذه المشكلة أو المرض بحيث يتعزز انتزام المواطن بإجراء الفحص المخبري قبل الزواج وأيضا ربما التحدي الأهم الآن هو كيف نستوعب المرضى الذين اختلفت متوسط أعمارهم خلال ربع القرن الماضي عندما بدأنا الجمعية كنا نتحدث عن أطفال متوسط عمرهم 4-5 سنين 8 سنوات لا يتحدث الآن عن شباب وعن شابات عشرات منهم أنهوا الدراسات العلية الدراسات الجامعية عدد كبير منهم تزوج وأنجب أبناء وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى بيئة حاضنة متفهمة لإحتياجاتهم لم يختلف الوضع بالنسبة له هو بحاجة لوحدة الدم كل ثلاثة أسابيع هو بحاجة أن يراجع الأطباء ربما قليلا أكثر من المواطن العادي لا يحتاج إلى شفاقه لكن يحتاج إلى تفهم المجتمع لخصية وضعه المرض منحة وهيبة من الله المرض الوراثي نتكلم وهو تلاء أو اختبار من الله فلا يجب أن نضاعف العبع على هذه المجموعة من المرضى يعني بدل أن نصعب هذا الأمر عليه علينا أن نسهل وهنا من المهم الحديث عن موضوع وفرة الدم في الماضي كان موضوع توفير الدم ووحدات الدم مسؤولية تقع على عاطق الأهل أو حتى على المريض نفسه أما اليوم شو اللي اختلف ربما هذا كان الدافع بمجدوزين مضحك الذي دفعنا لإنشاء الجمعية كانت مسؤولية الأهل أن يموفر كل ثلاث أسابيع وحدة الدم لأبنائهم طبعا هذا الحكي ربما يبدو أمر سهل وميسور لكن الاستمرار فيه على مدار الحياة أمر في غاية الصعوبة وتحديدا ذلك كانت من الفصائل الناذرة فكان أحد أهم ثمرات المؤتمر الأول الجمعية عام 97 أن تبنت وزارة الصحة مجانية إعطاء الدم للأبناء المصابين بالمرض بدون إلزام الأهل بتوفير وحدة الدم بديلة لكن في المقابل أخذت الجمعية رعاتكوها التعاون مع وزارة الصحة مع بنوك الدم لإقامة نشاطات مختلفة لتأمين حملات للتبرع بالدم لصالح المرضى ثلاثيمة وغير الثلاثيمة فهذه أيضا كانت من الثمرات المبكرة لإنشاء الجمعية هي شيء للعبع عن الأهل لتوفير الدم بالتأكيد هذا كان هم لا يمكن الاستهانة به إن كان على صعيد العائلة أو حتى على صعيد نفسية المريض نفسه بالحديث عن المريض نحن اليوم نتحدث كما ذكرت حضرتك عن أعمار ما يقارب 25 عام يعني متوسط الأعمار اختلف عن الماضي بالنسبة للعلاج هل العلاج يتلقى المريض بشكل مجاني بالنسبة أيضا للتواقم الطبية أديش تطورت التواقم الطبية في الماضي حتى التواقم الطبي لم يكن يأبه كثيرا يعني عدا عن إلا ربما الجهل كان من قبل الأهل بما يتعلق بالعلاج وهذا حتى التواقم الطبية لم تكن تأبه أما اليوم ما الذي اختلف أيضا على صعيد علاج المرضى الثلاثين بهذه المناسبة اسمحيل أوجه شكرنا في جمعية أصدقاء أمراض الثلاثين باسم الجمعية والمرضى والأهالي لتواقم الطبية الرائعة التي أثبتت خلال 25 عام أنها تتطور يوما إثر يوم من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية لا شك أن هذا هو أحد أهم الأسباب الذي ساعدت في ارتقاء بمتوسط عمر المريض من 8 عوام إلى 25 عام هو ارتفاع مستوى الخدمة العلاجية التي يترقها المريض لكن دائما كأطباء نقول أن هناك فرصة لعمل المزيد دائما نطمح أن يكون أداءنا أفضل وأفضل يوم بعد يوم الأدوية لم تكن متوفرة بالكمية اللازمة الآن الدواء متوفرة أفضل الأداء الآن صار أفضل نوعا ما لكن بين فترة وأخرى وخاصة في قطاع غزة يحدث هناك قطاع أو شح في الأدوية لكن لا شك أن الواقع اليوم أفضل بمراحل من ما كان سابقا ربما الآن التحدي هو للطواقم الطبية المرضى للأهالي المثابرة والمواضبة على العلاج يعني المواضبة على العلاج للمرضى المزمنين ليس بالأمر السهل وبالذات أنه مرض يرافق الإنسان طول عمره أربعين خمسين ستين عام بالتالي مواضبته على تناول الدواء هو أمر تحدي بالنسبة له نفسي تحدي للطواقم الطبية لإقناعه أن هذا مصلحته وصحته حتى في حالة الزواج لربما وتكوين أسرة يعني وضع المريض الثلاثيمية كيف يكون؟ يعني سنويا الآن نشهد حالة أو حالتين زواج لمرضى ثلاثيمة طبعا الطرف المقابل الشاب أو الشاب يكون خالي من صفة الثلاثيم بالمطلق حتى نضمن أن الأبناء لا يكون بينهم من هو مصاب بالمرض ولكن يكون حامل يكون حامل لكن هذا أمر متعايش معه لأن 4% المجتمع الفلسطيني يحمل الصفة الوراثية نتكلم عن إذا بنحكي عن 5 مليون مواطن بنحكي عن 200 ألف مواطن بيحمل الصفة الوراثية فليست المشكلة في حمل الصفة الوراثية وإنما عند الزواج أن لا يتزوجوا بعضهم من بعض بالتالي هناك تحدي مجتمعي لقبول هذا الشاب لقبول هذه الشابة أن تكون أن هذا العريس يصلح لابنتهم أن المرض لا يؤثر سلبا عليهم والعكس فبالتالي هذا هو التحدي المجتمعي الذي أمامنا في عنا حوالي 800 مريض هذول بحاجة لمقعد دراسي بحاجة لفرص عمل بحاجة لإنشاء أسرهم يذلهم أي إنسان مثل ما ذكرت حضرتك سابقا علينا أن نسان هذا المريض ومش نزيدها عليه شكرا جزيلا لحضرتك دكتور بشار الكرمي على مجمل هذه المعلومات ومنتمنى لكم كل التوفيق وديمومة العمل في خدمة المجتمع وصحة هذا المجتمع شكرا لكم شكرا لكم